أيضا في إطار البحث عن التجديد الدائم إقبال كثيف للاشتراك في عضوية النادي الأهلي لجنة العضوية عقد اجتماع أول أمس الأحد برئاسة الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة وذلك بمقر النادي بالجزيرة مع الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي سواء العضوية العامة أو عضوية فرعية الشيخ زايد والتجمع استقبل طارق أنديل الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي وذلك وسط الإجراءات الاحترازية المتخدة دائما داخل النادي الأهلي في ضوء الإقبال الكبير للحصول على العضوية التي تزامنت مع الطفر الإنشائية الكبرى التي يشهدها الأهلي في كافة فروعه والخدمات التي يقدمها النادي الأعضاء أيضا شهدت الجلسة إقبالا كبيرا من الراغبين في الحصول على عضوية فرع النادي لتجمع بعد قطع خطوة كبيرة في المخطط الإنشائي وفقا للمراحل الزمنية المقرر لها والذي يتم العمل به على قدم وساق وفقا لتوجيهات مجلس الإدارة فرع التجمع بيحتوي على ملعب لكرة طائرة وملعب كرة سالة وكرة يد وملعب خماسي نجيل صنوعي وملعب تينيس وجميع عناصر تشطيب معتمدة من الاتحاد الدولي لكل لعبة وتم مراعاة أن تكون الملعب في منطقة واحدة مع وجود غرف الملابس رجال وسيدات لجميع الفرق وقريبة من الملعب كما توجد منطقة خاصة بأكاديمية كرة القدم تشتمل على ملعبية كرة من النجيل الصناعي من الملعب الكبيرة وغرف الملابس للاعبين والمدربين الحقيقة تفرى إنشائية كبيرة جدا في كل فروع وكل مقرات النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين إقبال كثيف ولجنة العضوية بالقياسة الأستثاري أنديل عقدت اجتماع للنظر في أعضويات المقدمة للنادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم خلال الفترة اللي جاية كل مقرات النادي والتطوير الكبير اللي احنا بنشوفه أو اللي بتشوفه أعضاء الجامعة الأمومية هنشوف ده إن شاء الله من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وحننزل نصور لحضراتكم كل المقرات والتطوير اللي حصل خلال الفترة القادمة في مقرات النادي الأهلي المختلفة